والمتقدمة عن أردن يأتي لقالنا اليوم الإجاز الذي سيقدمه الزميل رئيس وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خريل عبدالله حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في الأردن من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأشير هنا إلى أنه من المقرر ظهر اليوم التصديق على توصيات مجلس حقوق الإنسان الزميلة جميعاً إجاز مختصر سيقدمه الزميل الدكتور خريل عبدالله لمدة خمس دقائق ومن ثم سنقوم بفتح باب الأسئلة ثم سننحي تفضل الدكتور شكراً سيدي بداية نشكر مع علي وزير الاتصال ونشكر وزارة الاتصال الحكومي على عقد هذا المؤتمر كما أشكر زميلاتي وزملائي الصحفيين والصحفيات تواجدكم اليوم معنا للحديث عن حالة حقوق الإنسان في الأردن ونحن اليوم في هذه القاعة بالتزامن مع هذا الوقت سيكون هناك تصديق على قرارات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان الاستعراض الدوري الشامل الرابع الـ UBR 2024 للأردن في هذا الوقت وإن ألية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان تعقد كل أربع سنوات ونصف لمراجعة حالة حقوق الإنسان في الأردن وفي جميع دول العالم وذلك لتعزيز التعاون بين جميع الدول ودعم التعاون وتبادل الخبرات مع هذه الدول لتحسين حالة حقوق الإنسان وهناك كان أثناء مناقشة التقرير استعراض الدوري الشامل في جينيف كان هناك إشادة دولية بتقرير حالة حقوق الإنسان عن الأردن والجهود الدولية كان هناك مباركة للأردن في هذا الملف بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن حسين حفظ الله وراه بمنظومة الإصلاحات السياسية والإقصادية وتحديث القطاع العام والتوجيهات الملكية المباشرة للحكومات الأردنية لتعزيز منظومة حقوق حالة حقوق الإنسان في الأردن وعملت الحكومة الأردنية على رؤية الملكية ورؤية جلالة الملك من خلال إصدار حزمة من التشريعات والسياسات والمموراسات التي تعنى بتعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن منها على سبيل المثال تعديل الدستور الأردني تعديل قانون الانتخاب تعديل قانون الأحزاب صدور قانون الطفل صدور قانون منع الجرائم الإلكترونية وعدد من الاستراتيجيات كستراتيجية الشباب 2019-2025 صدور الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 13-25 المرأة والأمن والسلام وتفعيل الخطة الوطنية الثانية للشباب 22-50 الشباب والأمن والسلام وعملت الحكومة على رؤية جلالة الملك ودعم هذا الملف من خلال مناقشة تقرير الطفل السادس في مجلس حقوق الإنسان وتم الإشادة من جميع الدول المشاركة في جينيف في تقرير الطفل السادس الموجود في عمان وصدر الطفل هو قانون عصري حديث تم الإشادة فيه كما تم مناقشة التقرير الجامع الثاني والثالث لجامعة الدول العربية لجنة المثاق العربي في جامعة الدول العربية وكما تم الإشادة بحالة تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن أي صدر عدد من هذه التوصيات وصدر عدد من التشريعات والسياسات والممارسات في الدولة الأردنية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وفي جينيف تم توجيه 279 توصية للمملكة الأردنية الهاشمية تم قبول منها 204 توصيات أي ما بنسبة ما يزيد عن 73% من هذه التوصيات وتم الإحاطة علما بـ 75 توصية بإحاطة علما وهذه التوصيات التي تم إحاطة علما بها لا تقل أهمية عن التوصيات المقبولة وهي تحظى باهتمام الحكومة الأردنية وبناء تكليف دولة رئيس الوزراء لوحدة حقوق الإنسان في إجراء سلسة من اللقاءات والمشاورات مع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام والأكاديميين والصحفيين والصحفيات والإعلاميين وأصحاب المصلحة تم عقد ما يقارب أكثر من 20 مشاورة أثناء إعداد التقرير الوطني وبعد إعداد التقرير الوطني خلال فترة الاستعداد لفترة جينيف وما بعد هذه الفترة وتم الاستماع إلى جميع هذه الملاحظات وتدوينها بالتقرير الوطني التي تم أخذ بها من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وكان هناك عدد من هذه التوصيات أن يكون مشاركين بالوفد الوطني الرسمي من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني تم الموافقة من قبل دولة الرئيس الوزراء على إضافتهم ضمن الوفد الرسمي الوطني المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني الذي كانوا معنا في الفريق المطني خلال مناقشة هذا التقرير يعني هاي أبرز ملامح التقرير اللي كنا احنا فيه بهذه التوصيات كانت 200 نأكد على التوصيات كانت 279 توصية فبول 204 توصيات ما ينسبته 73% و75 توصية تم لحظة علماً بها واليوم سوف يتم التصديق في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جينيف على هذه التوصيات هاي أبرز الملاحظات الموجودة في التقرير الموجودة عننا إذا كان هناك أسئلة فضلتك الدكتور خيل العبداللات مدير وحدة حقوق الإنسان في الأردن شاكرة ومقدرة لك هذا الإجاز السريع الزملاء رح نفتح باب العسلة نأخذ المرة واحدة لارتباطات الدكتور خارج إنهم يعطيكم العافي جودك مبارك دكتور راشد المعاية من تلفزيوان الحقيقة الدولية سيدي بشكل مختصر ما هو دور المؤسسات أو مؤسسات المجتمع المدني في آلية الاستعراض الدورية الشامل شكرا أبدونا عن حيضر صوار خير دكتور يعطيك العافية بسأل عن قانون جرام الإلكترونية كان هذا القانون قد أثار جدل خلال الفترة الماضية ومطالبات بتعديل القانون هل كان ضمن التوصيات ما هي الخطوة اللاحقة إن كان ضمن التوصيات الموافقة عليها من أجل التعديل ما هي خطواتكم شكرا أطينا هون عندي الأستاذ سبق يعطيكم العافية أنا محمد شاهين موقع سبق الإخباري سؤالي سيدي ما هي أبرز التوصيات التي قابلها الأردن في حقوق الإنسان اليوم حسب الاجتماع اللي صار بجنيف وهل هناك توصيات للنساء وذوي العلاقة تم مناقشتها كما شكرا جزيلا أطينا الأستاذ معاد نعرف على الحال السلام عليكم معادم بيذين من مركز موشر لدى نحن بالمركز مسؤولين عن إصدار مؤشر الحريات والحريات هي يعني إنعكاس لحقوق الإنسان فهذا المؤشر متوقع إصدار نتاجه خلال شهر 10 أو شهر 11 حاليا نحن في مرحلة التحليل والتقييم فبهمنا نعرف علية الحوكمة اللي أنتو ماشينا عليها في الوحدة في متابعة التوصيات الخمس سبعين اللي أنتو اليوم في عندكو تحفظة وما قبلتوها بمؤتمر جيني فبنا نعرف إيش آلية التعامل كيف الحوكمة إيش إيش خطواتنا القادمة في ما يخص الخمس سبعين ترجمة نانسي 204 كانت مقبولة أما 75 فتم الإحاطة بها لعله سؤال مركب سيدي الكريم بداية من هي الدول التي تقدمت بتوصيات للأردن أبرز التوصيات التي تم قبولها وما هي التي تم الإحاطة عليها وهل هناك نظرة للتعامل مع هذه التوصيات في القريب العاجل لو تكرمت دكتور عنا حصيلة حوالي 6 الأسل نبدأ بالسرعة الأول يصيح أسرة هذه المهمة السؤال الأول ما هو دور مؤسسة المجتمع المدني أكيد مؤسسة المجتمع المدني هي بيت خبرة رافد وشريك رئيسي مع الحكومة في ألية الاستعراض الدوري الشامل وتم عقد عدد كبير من اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني هناك كان أربع تحالفات تُعنى بألية الاستعراض الدوري الشامل تم عقد عدد من اللقاءات قبل الذهاب إلى جنيف وتم عقد لقاء في دار رئاس الوزراء قبل المغادرة إلى جينيف المناقشة التقرير وأثناء المناقشة في جينيف بعد المناقشة مباشرة تم عقد لقاء في البعث الأردنية في جينيف مع مؤساة المجتمع المدني لاستماع منهم حول أبرز التحديات والإيجابيات التي تواجههم في آلية الاستعراض الدوري الشامل كان هناك عدد كبير من هذه اللقاءات في عمان وخارج عمان تم عقد عدد كبير من اللقاءات في جميع أنحاء محافظات المملك الأردني مع مؤساة المجتمع المدني وأكيد مؤساة المجتمع المدني ستكون شريك رئيسي بإنفاذ هذه التوصيات وقرار مجلس حقوق الإنسان خمس على واحد جميع مكونات الدولة الأردنية مسؤولة عن إنفاذ التوصيات مؤساة وطنية مؤساة مجتمع مدني إعلام قطاع خاص سلطة تنفيذية سلطة تشرعية سلطة قضائية سيكون هناك خطط وبرامج لإنفاذ هذه التوصيات بالشراكة مع المؤساة الوطنية ومؤساة المجتمع المدني وإحنا دائماً عتصال مباشر بشكل يومي مع مؤساة المجتمع المدني وكانوا شركاء معنا في إعداد التقرير خلال مناقشة التقرير الوطني وتم إشراك أحد مؤساة المجتمع المدني ضمن الفريق الوطني الرسمي ضمن الوفد الوطني الرسمي في جينيف وهذا يدل على الشراك الحقيقي ما بين الحكومة ومؤساة المجتمع المدني في إنفاذ التوصيات قانون الجرائم الدكتور السؤال الثاني حول قانون الجرائم الإلكترونية في هذه التوصيات كان هناك توصية من التوصيات التي قدمت المملكة الأردنية هاشمية حول مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية وتم قبول هذه التوصية على شكل مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية وما كانت تعلم سيدي هناك كان في توجيه ملك من جلالة الملك إلى مجلس المركز الوطني لحقوق الإنسان لمراجعة دراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكتروني من خلال المركز الوطني وهناك فيه خط ساخن وكم تم دعوة موسات الوطني وموسات المجتمع المدني في المركز الوطني تم الاستماع إلى وجهات نظرهم وهناك خط ساخن في المركز الوطني تلقي أي ملاحظات حول هذا القانون السؤال الثالث ما هي أبرز التوصيات التي قبلتها التوصيات التي تتبق قبلتها كانت معنية في الحقوق المدنية والسياسية والتوصيات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفئات الأكثر عرضة للانتهاك والتوصيات التي كانت تتوافق مع الدستور الأردني ومع المواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها المملكة الأردنية هاشمية وهذا دل على التزام الأردن بإنفاذ هذه التوصيات والمصادقة على جميع الاتفاقيات التي تمت ما بين الحكومة الأردنية ومجلس حقوق الإنسان في جينيف كان هناك سؤال إذا خطوات الحوكمة 75 التوصية لا تقل أهمية عن توصيات التي قبلتها المملكة الأردنية الهاشمية وهي تحظى باهتمام حكومي لكن هذه التوصيات تم التحفظ عليها أو لحاطة علما بها سوف يتم دراستها مرة أخرى تحتاج لأن جزء كبير منها يحتاج إلى تعديل بالتشريعات وتعرفون هذه التشريعات تأخذ وقت طويل ونحن إن شاء الله مقبلون على مجلس نواب جديد قادم ونحن حكينا بجوز أن هناك كان في تعديل قانون الانتخاب والقانون الأحزاب لزيادة مشاركة الحياة السياسية والحزبية للشباب ودور الشباب وكان أبرز التوصيات الموجودة هي دعم الشباب ودعم قضايا المرأة ودعم قضايا القطاع الإعاقة التوصيات التي تعمل عليها الحكومة سيكون هناك تعمل وحدة حقوق الإنسان في رئاس الوزراء سنعقد اجتماعات مع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام وأصحاب المصلحة لوضع خطة عمل مربوطة مؤشرات لداء ومرتبطة مع أهداف التنمية المستدامة ومع الخطة الوطنية الشامل لحقوق الإنسان 2016-2025 وهناك توجيهات مباشرة من دولة رئيس الوزراء لوحدة حقوق الإنسان على إنفاذ جميع مراحل الخطة الوطنية الشاملة 2016-2025 في محاورها الثلاثة الحقوق المدنية والسياسية والإقصادية والاجتماعية والثقافية والفئات الأكثر عرضة للانتهاك وأحنا قطعنا شرط كبير في إنفاذ هذه الخطة على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات وكانت بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني تم تقييم الخطة الوطنية الشاملة للمرتين المتتاليات حتى تكون هناك مصدقية وشاففية بإنفاذ الخطة الوطنية التي كان يوجد فيها عدد كبير من التشريعات ومرتبطة بأهداف رئيسية وفرعية وإطار الزمني هناك السؤال أبرز التوصيات التي قبلتها الأردن كان أبرز التوصيات القبلت الأردن التي تعنى يعني هناك كانت توصيات كثيرة صراحة كانت توصيات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة تم قبول جميع التوصيات التي تعنى بملف الأشخاص ذوي الإعاقة حتى لأننا موجود اليوم لدينا قانون رقم 20 لسنة 2017 قانون عصري حديث نعمل فيه هنا وهناك اهتمام يعني ما لكه اهتمام حكومي في قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة بفترة إعداد الاستعراض الدوري الشامل وإعداد التقرير الوطني تم عقد عدد من الجلسات مع المجلس الأعلى لأشخاص ذوي الإعاقة في عمان وفي المحافظة تم الاستماع منهم الأبرز التحديات والأنجزات التي تتواجههم في ألية الاستعراض الدوري الشامل كما تم أيضا عقد لغاء مع المجلس الأعلى مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومع المركز الوطني لحقوق الإنسان ومع جميع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع مدني تم أخذ وبلورت جميع هذه الملاحظات وتم تقييمها وتقديمها في التقرير الوطني الذي ذهبنا فيه إلى جينيف بناء عليه وارتفعت هذه النسبة صراحة لرقم 279 توصي كان عدد كبير من هذه التوصيات وتم قبول 204 توصيات جاءت مقارنة مع الاستعراض الدوري الشامل الأول الذي نقش في 2009 وكان استعراض الدوري الشامل الثاني ب2013 والاستعراض الدوري الشامل الثالث في 2018 استعراض الدوري الشامل الرابع هذا تم مناقشته في جينيب في 25 واحد من هذا العام واليوم تم التصديق على الغرارات كانت نسبة كبيرة من قبول هذه التوصيات كما تكلمت سابقا تم قبول هذه التوصيات بنسبة عالية جدا مقارة مع الو بي آر الأول والثاني والثالث الاستعراض الأول والثاني والثالث وذلك بسبب قيادة جيرات الملك لمنظومة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحديث القطاع العام وعلى التشريعات الكبيرة التي قامت فيها الحكومة التي تعزز حالة حقوق الإنسان في الأردن دول دكتور يعني هاي أبرز للدول أنا أشكرك دكتور على هذه الإجازة السري والمعلومات ولعل أهم ما ورد فيها يعني 279 توصية قبل منها الأردن 204 بنسبة 73% وإحاطة بنسبة 75% الزملاء جميعا ممثلي وسائل الإعلان باسم معالي وزير الإصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومي دكتور مهند مبيضين وآمين عام الوزارة دكتور زيد النوايسي وطاقم الوزارة جميعا كما بدانا بالشكر لكم على هذا الحضور نختم به كل التحية لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم